وواحد فهو الخامس يعني فيه تفصيل منهما هو يعني استعمال لهو محرم وجابس والقسم السادس جابس ناتب المحرم الأواء أربعة لأن المؤلف أراد بها الأول اعتراض على الشر نبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى الأحد أهل النفاق قالوا لو كانوا لنا من الأمر شيء اعترضوا على التشريع عن نبي صلى الله عليه وسلم الثاني اعتراض على القدر لو أطاعون ما قتلوا يخرج هذا يحصل له حادث يقول لهذا لو سمعت كلامي ما حصل لك حادث قال هذا اعتراض على قدر والله القدر لاحق بي لا محاب وأفر من قضاء الله لقضاء الله عمر رضي الله عنه قدن من الجيش وأراد الدخول إلى الشر والشر كان فيها الطعام استشار الصحابة وعزم أنه لا يدخل لنبقي معه من بقي من الصحابة وهذا الطعون يعني فتك بالناس عزم على الرجوع فجاء إليه رجل قال يا عمر أثراظا من قضاء الله قال نثر من قضاء الله إلى قضاء الله فجاء عبد الرحمن بن عبد الله عنه وشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطعون الحديث هذا الثالث ثالث بعض الناس يقول لك لو أني فعجت كذا لكان كذا وكذا هذه لو تفتح عمل الشيطان محرمة إيش تقول قدر الله أو قدر الله يا صحيح قدر الله أو قدر الله وما شاء فعلا الثالث بعض الناس يحتج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب يشرب خمر تقول يا أخي ليش تشرب خمر قال لو شاء الله ما شربت الخمر إما أنما أشرب بقضاء عجيب أدخل يدك في جيب وأخرج النقود وقطعها قال ليش تقطع قال لو شاء الله ما قطعت النقود صح أو تضربه حتى يغم عليه تضربه حتى يغم عليه إذا أفات وقال ليش تضرب لو شاء الله ما أرى اقتنع عدرك اقتنع أنا أقول هذا الكنان باب تضيع لماذا لا ترضى على النقود على هذا بالإتلاف وترضى هنا هذا القسم الرابع هذه أنواع أربع محرمة الخامس في تفسير إنسان الشيخ مثلا يرى فلان من التجار ينفق في طاعة الله يقول لو أن لي مثل هذا هذا يتمنى أجه خير ترجمة نانسي قنقر